مرحبا بكم متابعين الكرام في هذا الفيديو سنحاول شرح طريقة تقديم ورقة أو مقال علمي للنشر في مجلة علمية معترف بها إذن بعد البدء نطلع منكم الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب بضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد إذن بالنسبة لهذا الفيديو سنركز بالأساس على المجلات العلمية التي تنتمي إلى شركة LZV وهي من أهم المجلات العلمية المعترفة بها في مجال العلم أول شيء يجب أن تقوم به هو أن تستهدف المجلة المناسبة بالنسبة للمقال الذي تريد نشره مثلا إذا كان المقال يتحدث عن السرطان فالمجلة التي يجب أن تختارها يجب أن تكون مهتمة أو تهتم بميدان السرطان إذا كنت مثلا تريد نشر مقال يتحدث عن النباتات الطبية فالمجلة أيضا يجب أن تكون متخصصة في مجال النباتات الطبية إذن بعد اختيارك للمجلة المناسبة وتقوم بالدخول إلى رابطها للرابط الأساسي أو الصفحة الرئيسية ستظهر لك مجموعة من المعطيات مثلا هنا أنا قمت باختيار هذا الجورنال وهو الساوثافريكان جورنال البوتاني هذا الجورنال الذي يهتب بالنباتات وخصوصا النباتات الطبية لأن المقال الذي سأقوم بنشره هو مقال يتحدث عن النباتات الطبية كمضادة للسرطان عندما تدخل إلى الرابط ستجد مجموعة من المعطيات أهم وهو هذا الجيد for authors هذا الكيد يجب أن تقرأه بتماعون كبير لأنه يعطيك طريقة كتابة المقال يعني الطريقة التي يجب أن تتبعها في كتابة المقال إذن مثلا إذا قمنا بالدخول إلى هذا الجيد سنجد مجموعة من المعطيات أهمها وهذا الpreparation ستجد هنا كيفية كتابة المقال يعني structure highlight abstract إلى آخر يعني كيفية رسم الجذاويل كيفية وضع الreference كل الأمور التي يطلبها الجورنال إذن بعد كتابة المقال بصفة نهائية تقوم بالضغط على submit your paper إذن نضغط هنا على submit يعني سنبدأ في إرسال المقال هنا إذا كنت مسجل في الرابط تقوم بتسجيل الدخول مباشرة إذا كنت غير مسجل تقوم بتسجيل الدخول في الضغط على register إذن هنا بعد الضغط على تسجيل ستقوم فقط بملء هذه المعطيات اسم والبرد الإلكتروني إلى آخره إذن بعد التسجيل تقوم بتسجيل الدخول مثلا أنا قمت بتسجيل التسجيل مباشرة سأقوم بتسجيل الدخول سأدخل أدخل و أقوم بتسجيل الدخول إذن بعد الدخول إلى هذا الرابط هنا يطلب مني start new submission سأضغط هنا start new submission هنا أول شيء يطلبه هو إدخال معلومات حول المقال ما هي هذه المعلومات يعني إلى أين ينتمي هذا المقال هل هو هنا issue يعني هل هو ينتمي إلى regular issue أو هذا on the feet ratio يعني on the feet يعني هو هذا الجورن يهتم بهذا الميدان on the feet إذن أنا سأضغط فقط هنا regular issue بعد ذلك يطلب مني أن أدخل نوع المقال يعني نوع المقال هنا العديد من الأنواع research paper يعني المقال تم إنشاؤه أو هو عبارة عن بحث تم داخل مختبر review article review فقط تقوم بجمع معطيات من البيبليغرافي وتقوم بإعادة سياغتها ونشرها هل هو كتاب إلى آخر إذن هنا أنا سأختار research paper يعني عبارة عن بحث تم إجراؤه في مختبر وهنا يطلب مني أن أدخل المعلومات هذا البحث أول شيء هو العنوان abstract يعني الملخص keywords يعني كلمات المفتاحية هذه الأمور فقط سأقوم بنسخها من المقال مباشرة سأذهب إلى المقال وأقوم بنسخ هذا العنوان وأضعه في المكان المناسب أقوم بنسخ abstract وأقوم بوضعه في مكانه هنا بعد ذلك keywords هنا دائما يجب أن تقرأ هذه المعطيات لأنها ضرورية مثلا هنا بالنسبة لل keywords يقول لي يجب أن تكون متفرقة ب نقطة فاصلة وانظر كذلك بأن الحرف الأول ليس يعني الحرف الأول minuscule يعني كذلك سأذهب إلى هنا وأقوم بنسخ ال keywords هنا سأقوم بتصحيحها لأن أنا هنا لدي ال keywords majuscule سأقوم بتصحيحها m أنا concern إذن سأقوم بنسخ هذه ال keywords وأقوم بوضعها في مكانها المناسب بعد ذلك ماذا يطلب مني؟ يطلب مني أن أدخل المؤلفين يعني المؤلفون الذين شاركوا في كتابة المقال أو الذين شاركوا في هذا البحث إذا كنت لوحدك ستقوم فقط بالاكتفاء باسمك لأنه يظهر مباشرة يعني أوتوماتيكيا لأنك قمت بتسجيل الدخول إذا كان هناك كتاب آخرون قد شاركوا في كتابة المقال أو في البحث تقوم فقط بالضغط على add or author يعني إضافة كاتب تقوم هنا باختيار من هو هذا الكاتب هل هو دكتور هل هو البروفيس مثلا سأقول بأنه هذا الدكتور سأقوم بوضع الاسم الأول الاسم الأول ثم الاسم الثاني هذه النجمة الحمراء تعني أن هذه المعلومات ضرورية يعني ضرورية من الضروري إدخالها إذا لم تقوم بإدخالها لن يتم يعني استكمال الإرسال إذن بعد ذلك الاسم العائلي هنا مثلا سأضع هذا الاسم هنا الـ email address email سأضع الـ email هنا بعد ذلك يطلب مني institution هذه غير ضرورية إذا أردت إدخالها يمكنك أو لا ليس بالضرورية بعد ذلك يطلب مني هنا البلد يعني إلى أي بلد تنتمي سأقول مثلا هنا Spain يعني تنتمي إلى إسبانيا وأقوم بالضغط على حفظ بعد ذلك إذا كان هناك كاتب آخر يمكنك إضافته بالضغط على إضافة كاتب تقوم بنفس العملية من جديد بعد ذلك بعد أن تضيف جميع المؤلفين المشاركين في كتابة المقال تقوم بالضغط على حفظ ومتابعة إذن نقوم بالضغط على حفظ ومتابعة سندخل إلى المرحلة الثانية وهي إدخال the files يعني سأقوم بإدخال المقال ومتطلبات الأخرى ماذا يطلب مني هنا هنا الكوفرينج ليتر يعني الكوفر ليتر ما هي الكوفر ليتر الكوفر ليتر هي عبارة عن رسالة تقوم بإرسالها إلى الإذيتر فقط تخبره فيها بأن بشكره على مراجعته يعني قبوله مراجعة المقال وتخبره فيها بأن المقال لم يتم نشره مسبقا وليس في إطار المراجعة من طرف مجلة أخرى إلى آخره إذن الكوفر ليتر هذه ضرورية المقال الذي قمت بكتابته الكيورد الهيلايت الهيلايت هنا الهيلايت ضرورية بالنسبة له هذا المقال بعض المجلات لا تطلب الهيلايس يعني ليست ضرورية ولكن بالنسبة لهذا الجورنال فهي ضرورية ما هي الهيلايت الهيلايس هي عبارة كما نقول نقطة قوة المقال يعني فقط لا تكون عبارة عن فقرة أو أي شيء فقط تكون عبارة عن عوارض يعني نقاط القوة تضع خمس أو أربع عوارض من ماكسيمو يعني تضع عارضة تقول مثلا بأن المادة التي قمت بدرستها لها فعالي كبيرة في محاربة كذا وكذا عارضة ثانية تقول بأن المكونات الكيميائية لهذه المادة كانت جد مختلفة فقط أمثلة تظهر نقاط قوة هذا الهيلاس لكي تساعد الذي سيراجع المقال من أجل فهم بدون أن يقرأ بدون أن يقرأ المقال كابلا يأخذ فكرة عن نقاط قوة المقال هنا مثلا هنا الجداول المذيانات إلى آخره إذن هنا سنقوم بتحميل هذه الفايلز يعني سنبدأ هنا نضغط في تحميل الملفات نذهب ونبحث عن هذه الملفات هنا قمت بتجميعها هنا كلها يعني قبل أن نسيت أن أخبركم قبل أن تبدأ في 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 يجب أن تنظم هذه الأمور مثلا الكوفر لتر إذا هذه سأقوم بوضعها لكم في 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 الرافط إذا فقط قم ب موديفكيشن بالنسبة الإيميلز إيميلز هذه بالنسبة للمؤلفين المشاركون لكي فقط كي تسهل عمليات النسخ ووضعها في في مكانها المناسب هنا الفيجورس بعد ذلك الهايلايت المانسكريب والريبيوورس ربيوورس سنتحدث وعليها سنتحدث عنهم فيما بعد وبعد ذلك تايبرس إذا هنا أنا سأختار أول شيء هو المانسكريب يعني المقال الرئيسي سأقوم بتحميله هنا المانسكريب سأقوم باختيار بأنهم منسكريب هنا مانداتوري يعني ضروري عندما شيء مانداتوري هو شيء ضروري من الواجب إدخاله إذا إذا لم تقوم بإدخاله لن تستطيع إرسال المقال هنا المانسكريب فايل مانداتوري كوفر ليتر مانداتوري وهايلايت مانداتوري هذه الأمور الثلاثة التي من الواجب إدخالها بالنسبة للمبيانات المبيانات إما تقوم بإدخالها ك سيبرت فايل يعني متفرقة عن المانسكريب أو تقوم بوضعها في المانسكريب يعني في آخر بعد الريفيرنس هنا سأقوم بتحميل الكوفر ليتر الكوفر ليتر بعد ذلك الكوفر ليتر سأقوم باختيار الكوفر ليتر هنا سأقوم بتحميل الهايلايت نعم الهايلايت سأقوم بوضع الهايلايت إذا فبتلا سأقوم بوضع الفيجورز إلى آخره إذن سأضغط save حفظ هنا ماذا يقول issue found with one or more files the files are not ordered إذن هنا لم أقوم بترتيب الفائلز يعني لم أقوم بترتيبها هنا سأضغط بorder يعني ترتيب الملفات وبعد ذلك سأضغط حفظ إذن الآن جيد ثم قبول هذا الأمر هنا يطلب مني share your research هذه ليست إختيارية فقط إختيارية إذا كنت تريد مشاركة هذه المعطيات إذن أنا لن أقوم بالضغط على هذه المشاركة بعد ذلك سأقوم بحفظ ومتابعة هنا يطلب مني أن أضغل الhighlights والreference إذن سأذهب إلى الhighlights وأقوم بنسخها كذلك كما فعلت مع الأبسترق وأقوم بوضعها في مكانها المناسب بالنسبة للreference سأقوم بنفس الشيء سأذهب إلى الreference هنا في آخر المقال وأقوم بنسخ المصادر وأضعها هنا في مكانها المناسب هنا بعد ذلك يطلب مني suggest reviewers يعني يقول لي يجب علي أن أدخل ثلاث يعني reviewers reviewers هم من سيقومون فقط يقول سيقومون بمراجعة المقال هي ليس بالضرورة أن أن الإديتور سيستعمل هذه هؤلاء الreviewers ولكن فقط يقول لك suggest يعني فقط suggest يعني اقتراحات يعني فقط تقترح reviewers هو لن يستعملهم لأن فقط يخبرك كمقترح يعني يطلب منك أن تقترح عليهم reviewers لكي يراجعوا مقالك يعني هنا تكون قد وضعت كذلك list فيها reviewers الذين يمكنهم ينتمون لنفس الميدان مثلا هنا سأقوم بنسخ هؤلاء reviewers تضغط على إضافة reviewer وكذلك نفس الشيء يعني هذا reviewer هل هو دكتور أو professor مثلا هنا سأضغط professor وقوم بنسخ اسم هذا البروفيسور reviewers reviewers أوكي reviewer وأقوم بوضع اسمه الأول هنا والاسم الثاني كريستوف بيرنارد أدريس email أقوم بوضع address email سأقوم بنسخه من هنا وأضعه في المكان المناسب الانستيتيشن والبلد مثلا هنا سأختار البلد الذي ينتمي إليه هذا ال reviewer بعد ذلك أضغط على حفظ هنا يطلب مني بأن هذا email غير مناسب إذن سأقوم باستبداله بالemail الثاني هذا email وأقوم بوضعه هنا بعد ذلك أضغط على حفظ نفس الشيء سأضيف reviewer ثاني سأقوم بنفس العمل سأقوم بإدخال له عشوائيا مثلا هنا أحمد فقير إلى آخر email أحمد فقط من أجل تسهيل الأمور لأنه هذا فقط للشرح ليس article صحيح ريشين سأخترع شوائيا وأضغط على حفظ سأضيف reviewer لماذا يجب علي أن أضيف ثلاث reviewer لأنه إن لم أتم إدخالهم لن أستطيع الاستمرار في إرسال المقال إذن كذلك هنا سأضخير reviewer آخر مثلا عزيز أوكي محمد فقط للشرح أدرس email عزيز روبت جيميل وأنكم أختر عشوائيا وأضغط على حفظ إذن هنا اخترت ثلاث reviewer يعني إذا إذا أردت حذف واحد منهم أو modification أو تعديل فقط تضغط هنا على تعديل أو حذف إذن هذا reviewer ضروري إذن يجب من الضروري إدخال ثلاث reviewers لكي تستطيع الاستمرار في إرسال المقال هنا يطلب منك هل هناك funding يعني هل هناك شخص دعم من طرف شركة ما أو من طرف المؤسسة ما إذن هنا تضغط بأنك توافق بأن إذا كان هناك أي مصدر لدعم من مؤسسة استثمار من مؤسسة أو شركة فأنت ذكرته في المعلومات هنا ماذا يطلب مني before completing your submission please take some time to check the lines number as well as page number have been inducted in your manuscript يعني هنا يطلب أنك بأن الأرقام الصطور يعني كل سطر يجب أن يتوفر على رقم وأرقام الصفحات يجب أن يكون مرقمة وكل سطر يجب أن يكون مرقما تلغط على confirm يعني نعم أنا أتفق بأن هذه الأمور قمت بإعدادها مسبقا هنا data improve هذه فقط اختيار يعني تختر واحدة فأخطر هذه بأن لا تتوفر على هذه data improve حتى هي اختيارية هذه اختيارية وهذه اختيارية بعد ذلك تضغط على حفظ ومتابعة هنا نحن الآن في المرحلة الأخيرة review and submit يعني مراجعة تراجع المعلومات وتقوم بإرسال هذا الarticle هنا يعطيك بتحميل pdf pdf يجمع جميع المعلومات التي قمت بإدخالها سأقوم بضغط على تحميل pdf هنا وسأقوم بالمراجعة وتقوم بالمراجعة بعناية كبيرة لأن الآن يمكنك التعديل ما زلت لم تقوم بإرسال المقال إذن أقوم هنا بالمراجعة بعد تحميل pdf هنا المعلومات عن المؤلفون معلومات عن الarticle cover letter highlights mine manuscript إلى آخر إذن تقوم بالمراجعة بدقة بعد المراجعة تقوم وهنا توافق على هذه الشروط إذا قمت بمراجعة ال pdf وأوافق على إرسال هذا المقال للمجلة وهنا توافق تقول I have read other and other to ethics قمت بقراءة ethics and publishing guidelines قمت بقراءة الشروط المجلة في النشر قمت بقراءتها وتوافق عليها تقوم بالضغط على الأول والثاني وتقوم بcomplete submission وتقوم بالضغط هنا وهذه آخر مرحلة إذا كان هناك تعديل إذا اكتشفت أن هناك خطأ ما تقوم بالرجوع وتعديل الخطأ الموجود إذا وجدت بعد تحميل pdf كل شيء كما هو تقوم ب dot complete submission وسيتم إرسال طلبك للإديتور من أجل المراجعة بعد ذلك بعد الإرسال يمكنك أن توقع في متابعة المقال هل في أي مرحلة هو هل هو في مرحلة المراجعة أو في مرحلة مع الإديتور إلى آخره سيرسلون لك موقع يمكنك الدخول إليه وتوقع في متابعة مستمرة لمقالك حتى النشر إذن شكرا على متابعتكم نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو عن طريقة تقديم أو إرسال مقال علمي للنشر في مجلة علمية وأنا أنصحكم بهذه الأنواع من المجلات التي تنتمي إلى شركة إلزبي لأنها مجلات مقبولة في المجال العلمي شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر